السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم دائما مع دروس اللغة الفرنسية للسنة أولى متوسط من أجل تبسيط هذه المادة قدر المستطاع للتلاميذ هذا درس ستون لسون دو غرامير درس مهم جدا تحتاجه حتى في السنوات الأخرى يعني السنوات المقبلة خلال المتوسط وحتى في الثانوين يوجد كلمات أخرى توظف مع هذه العبارة لكن في هذه السنة سنقتصر على هذه الكلمات يعني نبدأ بالتدريج مع تلاميذ السنة أولى متوسط هذا ما هو موجود في البرنامج على كل حال رجالي هذه الفراز يعني التسوس هو عبارة عن التهاب إذا أردت أن أضيف معلومة عن هذه الكلمة الاسم لأوضح أكثر يمكن أن أستعمل برئيزامل استعمل سيفا مثلا هذه طريقة لإضافة معلومة عن اسم يوجد طريقة أخرى وهي إضافة ما يسمى باللغة العربية صلة الموصولة يعني الجمل التي تبدأ باللتي، الذي، الذين في الفرنسي يوجد جملة تسمى la proposition سيفوردنة للتشابة هذا الأمر كلمة سيفوردنة للتشابة Par exemple, la carie dentaire est une infection qui touche les tessus dentaires. يعني هي عبارة عن التسوس, la carie dentaire. هي عبارة عن التهاب, يلمس, qui touche les tessus dentaires. هذا المطقة من الأسنان. Donc, ça c'est une phrase qui rajoute une information sur ce nom. يعني, هذه العبارة, وظيفتها أنها تضيف معلومة لهذا الاسم. Une infection. يمكن أن نستغني عنها, طبعا, من خصائص هذا نوع من الجمل, la proposition subordone relative. وهو أنه, إذا قمت بيحث فيها, لا تؤثر على مبناء الجملة. الجملة تبقى لها معنى. regardez. la carie dentaire. يعني, يبقى لها معنى. la carie dentaire est une infection. je peux dire autrement. يمكن أن أقول هذا الأمر بطريق آخر. مثلا, cette infection. cette infection touche les tessus dentaires. نفس المعنى. la carie dentaire est une infection. هي عبارة عن التهاب. وهذا التهاب يلمس هذا المطقة من الأسنان. et cette infection touche les tessus dentaires. mais, si vous avez remarqué, il y a une répétition. une infection. une infection. pour éviter cette répétition, j'emploie le pronom relatif کی. هذا اسمه pronom relatif. pronom relatif. تذكروا. لاتخلت بين ce qu'on appelle pronom relatif et la proposition subordonnée relative. la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. يعني تبدأ بهذا المطقة من ويطرل مع ce qu'on appelle la proposition subordonnée relative. هذه كاملة تسمى proposition subordonnée relative. وهذا المطقة من اسمه pronom relatif. et le nom qui précède cette préposition, cette proposition pardon, يعني le nom enquel on apporte une précision, une information, une information supplémentaire s'appelle l'antécédent. هذا اسم الذي نضيف له معلومة عن طريق هذه الجملة يسمى antécédent. antécédent. ça pourrait être un groupe nominal. كيف يكون السؤال في الفرد أو في الاختبار ? يمكن أن يطرح هذا السؤال في الاختبار. par exemple, تكون لك جملة من هذه النوع. ويأتي السؤال بهذه الطريقة sous-lign la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. يعني تسطر تبحث عن الجملة التي تبدأ بك بكل بساطة تسطر بهذه الطريقة et encadre l'antécédent. يعني يمكن أن يأتي بهذه الطريقة en cadre en tour لا يهم. المهم أن تفهم السؤال. أو يمكن أن يأتي بسيغة أخرى وهي par exemple on te donne un text يعني النص الموجود في الفرد والاختبار في هذا الجملة فيأتي السؤال بهذه الطريقة relève par exemple relève du text أو bien trouve dans le text une proposition subordonnée relative أنت تبحث في النص أن جملة تبدأ بك و تكتبوها في الإجابة بكل بساطة donc هذه هي la proposition subordonnée relative وظيفتها ما هي إضافة معلومة لإسم لذي اسبقوها elle rajoute une information supplémentaire sur un nom ou bien un groupe nominal et elle est introduite par qui bon il y a d'autres mots mais en première année c'est ce qu'on fait هذه هي la proposition subordonnée relative أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس انتظروا في بقية الدرس إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته